اشتركوا في القناة ثم سأطلب منكم أن تصرفوا النظر عن الشاشة وتنظروا في الغرفة أو أي مكان أنتم متواجدون به أصبروا أصبروا قليلا وانظروا وسط الشاشة حاولوا أن تركزوا أنا أيضا أنظروا وياكم كم هو صعب ذلك بدأت أحس بالدوار حاولوا أن تنطقوا بتلك الحروف التي تظهر أمامكم سأساعدكم حرف الها حرف اللام حرف التاء حرف العين حرف اللام حرف الميم الآن حاولوا أن تنظروا بعيدا ها بماذا تحسون أنتم ترون كل شيء يتحرك وتدور الأجسام بطريقة رائعة الآن لنمر إلى شيء آخر في الصورة الثانية سأطلب منكم التركيز في مركز الدوائر هذه الخدعة ستجعل الأشياء حولكم تزداد حجما فقط ركزوا في الوسط ومن الأحسن أن تكون الشاشة قريبة جدا الآن انظروا بعيدا جيد ربما لن تتأثروا كثيرا مثل الخدعة الأولى لكن الخدعة التالية حتما ستجعلكم تهلوسون ركزوا في علامة زائد في الوسط لمدة دقيقة وانظروا حولكم عندما أخبركم بذلك ترجمة نانسي قنقر الآن انظر بعيدا سترون الأشياء تدور وتتداخل بطريقة رائعة كلما أطلتم النظر سيدوم المفعول أكثر إليكم هذه الخدعة الأخرى وهي أقوى خدعة حدقوا في النقطة البيضاء لبعض الوقت ثم انظروا حولكم الآن انظر إلى الغرفة ما رأيكم فيما تشاهدونه حسنا لنمر إلى خدعة أخرى وهي خدعة معروفة جدا ولها تأثير قوي فقط ركزوا في النقطة الحمراء بعد وقت قصير فقط ستبدأ الأشياء بالتحرك بشكل رائع الآن انظروا إلى الغرفة جيد بعد هذه الخدعة الخمس أي خدعة أثرت فيكم بشكل أكبر إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم